أعلنت البرصة المصرية نقل أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من سوق الشركة الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي واحتفلت الشركة بأول تداول لها برأس مال وصلة لمائة مليون جنيها كانت الشركة قد دخلت لسوق الأعمال بالبرصة في 2012 برأس مال ثمانية ملايين جنيها ويعتبر المجال التعلمي من أكثر المجالات نجاحا في البرصة المصرية وأكثرها تطور خلال الفترة الأخيرة هذا السوق تم تأسيسه في 2010 على مدار السنتين اللي فاتوا فقط ومع تزامونا أيضا مع خطة إعادة هيكلة هذا السوق شاهدنا انتقال ثلاث شركات والاعتماد على هذه المنصة في زيادات رؤوس الأموال وهي دي الرسالة اللي احنا بنقولها للشركات المتوسطة والصغيرة أنه منصة سوق الأوراق المالية طلامة أن الشركة لديها خطة للتوسع ولديها رؤية واضحة في هذه العملية منصة البرصات هي اللي بتتيح لهذه الشركات تباعا أن هي تزيد من رؤوس أموالها علشان تمول مشروعاتها الاستثمارية والنهاردة زيادة رأس المال ده كان طبيعي لازم يكون موجود عشان تتري تزيد الإرادات احنا زودنا طبعا إنشاءات وزودنا تجهيزات وزودنا وبالتالي زيادة الكثافة الطلبية ووصلنا الحمد لله أنه إحنا فول كابازتي وده بالتالي بداية للانطلاق مع الحجم اللي احنا بينا فيه إن شاء الله حيبقى فيه زيادات أقوى بكتير وحيبقى فيه توزيعات أرباح أكثر بكثير شكرا